بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الأول متوسط في هذا الدرس طبعا درس لهذا اليوم هو صفحة 64 وهذه الصفحة باختصار شديد عزيزي الطالب راح أربط لك ذن الجمل مع ذن الصور طبعا هذه الصفحة تعتبر lesson 1 الدرس الأول من unit 7 من الوحدة السابعة عليها تمارين بالاكتيفيت بوك صفحة 102 أو 103 ورح يتحدث عن التمارين عن موضوع اسمه imperatives الجمل الأمرية وهنا شوي راح أنوه عليهم أيضا لو تلاحظ عزيزي الطالب عنوانه راح يكون instructions instructions معناها تعليمات يعني واحد يضط تعليمات الواحد يعلمه وضحة الفكرة يرشده فإرشادات تعليمات اسمها باللغة الإنجليزية instructions طبعا هذا الاكتيفتي هذا الاكتيفتي موجود بالاكتيفتي للصن يعني هذا التمرين موجود وين بيكسرسايز اللي موجودات تمارين بصفحة 102 شي يقلك يقلك تحدث عن الصور تحدث عن الصور وهنا الصور هذني آنياك راح نحكي عليها بالتفصيل لأن هنه ذني درسنا بعد يقلك ذين ثم read أقرأ and match وأربط لي مثل ما قلت لك راح أربط الكلمات اللي تعليمات التعليمات للصور اللي موجودة أمامك راح نجي المن نجي للصورة الأولى ولو تلاحظ الصورة الأولى يقلك أول شيء talk about the pictures تحدث عن الصور ومثل ما تلاحظ إنه هاي كلمة flower معناها طحين دقيق ولو تلاحظ هنا دي يخلطوا يا شيء يضيف دي يضيف water اللي هو ما أوكي وبعدين يسوي لها mix يخلطها يخبطها بالعامية فلو تلاحظ هذا راح أربطها مع الجملة سي اللي موجودة جوا والجملة سي زين استاذ شي تقول أيضا جبت لك الجملة وجيت لهنا ولو تلاحظوا يا اي يقول add معناها ضيف شوف ضيف أضف أضف water الماء أضف water اللي هو شنوى الماء and mix وأخلط وأخبط with معناها معه the flower اللي معناها شنو معناها الطحين إذن أضف الماء وأخلطه مع الطحين اللي هو الدقيق لاحظ عايز الطالب بقية الصور نفس الشيء أيضا رح للصورة الثانية راح تشوف إنه أكو مفتاح بداخل السيارة ولازم إحنا ما نترك الكيز inside the cars وفتشين لو تلاحظ هذي كلها instructions تعليمات ولو تلاحظ بعد فكرة أخرى عزيزي الطالب إنه تعليمات وإرشادات وتحذيرات شوف هسا هنا أنا داي حذرك warning you أو warning تحذيرات يقلك لاحظ يا هسا هاي الثانية عاما راح أربطها راح أربطها مع إي معي الجملة إيش تقول تقول don't لا شوف تحذير لا leave لا تترك شنوه keys اللي هي المفاتيح in the car في السيارة لاحظ don't leave keys in the car لا تترك المفاتيح في داخل السيارة إذن اثنيا مع إي نجي المن للثافة وهاي صار بنا عندما نترك مو اللي هو الصحن هسا اللي موجود لا عندما نترك على سبيل المثال الكتلي القوري ما عرفش الصحولة من نخلي على مثلا نقماش على الفراش على هذا مباشرة يحترك فهناها يثافق على نفس الفكرة بالضبط ولو تلاحظ عزتي الطالب راح أربطها مع الف والف شو تقول تقول don't لا put تضع hot plates الصحون الحارة شوف تحذير لا تضع hot plates الصحون الحارة on the table على المنظدة مثل ما تلاحظ أمامك عزيزي الطالب المنظدة الميز الطاولة اللي عجبك حتى لو على الفراش ما يصير يعني تحرك أوكي فلو تلاحظ أيضا هنا تحذير وربطنا تحذير وربطنا الاف مع الثاثة والإي مع الثانية والسي مع الأولى نروح نكمل بقية الصور أيضا نتحدث عليهم قليلا وبعديا عزيزي الطالب نربطهن إليك ولو تلاحظ هنا هذا دي يحذر للولد شي يقيل له يقيل له keep off the grass يعني أبقى بعيدا عن الحشاش يعني لا تسحق عليه لا تمشي على العشب لاحظ عزيزي الطالب طبعا هذه الرابعة راح أربطها مع الأي والإي شي تقول تقول keep off the grass أبقى بعيدا عن العشاب أو الحشاش مثل ما تلاحظ أمامك عزيزي الطالب بعد راح ننتقل عنياك عزيزي الطالب للخامسة ولو تلاحظ الخامسة يقيل لك don't write لا تكتب هنا هنا يعني هنا قاعد يطيك شون تعليمات ويقل لك لا تكتب هنا طبعا الخامسة أنا راح أربطها مع البي والبي شي تقول له تلاحظ don't write لا تكتب in this space في هذا الفراغ عدنا هنا مجموعة فراغات يعني احتمال مدرس أو أي اللي يخلي الدرجة هنا عزيزي الطالب فاشي يقل لك يطيك تعليمات don't write لا تكتب in this space في هذا الفراغ راح ننتقل للسادسة والسادسة يقل لك healthy eating أو الأكل الصحي healthy eating معناها الأكل الصحي راح أربطها معي صورة عزيزي الطالب أو معي جملة مع الجملة دي والجملة دي تقول eat معناها كل plenty الكثير of من fruit اللي هي الفواكه and vegetables والخضروات فلو تلاحظ هنا eat كل أكل plenty of الكثير من fruit اللي هي الفواكه and vegetables والخضروات هذا عزيزي الطالب بالنسبة لربطهن وحالهن ومثل ما تلاحظ السادسة معدي راح ننزل للجمل أقراهن وعندي فكرة عليهم أيضا أترجمهن إلك مرة أخرى وعندي فكرة عليهم الفكرة تقول هذن الجمل اللي جوا كلهن يعتبرن imperatives يعني معناها الجمل الأمرية يعني استاع شن الجمل الأمرية هي الجمل التي تبدأ بفعل يعني شنه أمرية يعني من واحد يقول لك لا تسوي هذا الشيء من واحد يقول لك افتح الباب من واحد يقول لك حل الواجب البيتي فهذا النهي يعتبرن جمل الأمرية بيش تبدي مثلا تركض واحد يقول توقف لو تلاحظ هنا هو طاك أمر بالتوقف فهاي تعتبر جمل الأمرية لاحظ بيش تبدي تبدي فعل وهنا جملة الأمرية مقسمها قسميا عندك واحدة مثبتة وواحدة منفية المنفية يعني تعتبر مثل التحذير عزيزي الطالب المنفية يعني شنه يعني بيها don't لاحظ don't 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 نجي أول واحدة مثلا لو تلاحظ keep of the grass يعني أبقى بعيدا عن الحشاش أوكي عن العشاب ثانية don't write لا تكتب in this space لا تكتب في هذا الفراغ add leave water اللي هو الماء and mix وأخلق with the flower اللي معناه الطحين eat معناها كل ballanty of الكثير من fruits اللي هي الفواكه and vegetables اللي هي الخضروات don't leave keys in the car لا تترك المفاتيح في السيارة don't put hot plates الصحون الحارة on the table على الطاولة ولو تلاحظ عزي الطالب طبعا شوي ترجمتهم بصورة سريعة لأن قبل شوي تشتغل عليهم وترجمتهم لكم فما أريد آخذ بعد وقت كثير يقلك look for ابحث عن warnings وكلمة warnings معناها التحذيرات at home في البيت in the street في الشارع in the park في المتنزه طبعا إنتا بعد تشوف شوكهم موجودات عزي الطالب إنت ذات اللي تنظيف تريد تحتيوه زملاء باللغة الإنجليزية باستخدام ال warnings التحذيرات وال instructions عادي طبعا هذا بالنسبة إلى شرح وتفصيل صفحة 64 قد إنتها درسي انتظروني في درس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته